اهلا بكم جديد ومشاهدين الكرام يمكن وزارة السياحة والاثار بتستعد لموسم الصيف واطلقت حملة الكترونية للترويج لموسم الصيف ده من خلال هذه الحملة الكترونية تحت عنوان هذه الحملة الحقيقة هي بتروج للمقاصد السياحية المصرية في فصل الصيف وبتعرف السياح الأجانب بأهم الأماكن السياحية الممكن يزورها في مصر وبتعرفهم أيضا بتديهم فكرة عن بعض هذه الأماكن وإزاي ممكن يستمتعوا بالجو في مصر في فصل الصيف معنا هنا في الستوديو للحديث حول هذا الموضوع الأستاذ الشام إدريس عضو الجماعية العمومية لغرفة شركات السياحة والخبير السياحي برحمة حضرتك يا مبنم خلينا في البداية نشوف تقرير ونرجع نبدأ الحوار على طول من أجل تنشيط السياحة والتغلب على تأثير الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا أطلقت وزارة السياحة والأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي حملة إلكترونية جديدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم صيف 2022 وذلك في عدد من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ويأتي إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع بداية موسم الربيع بعدد من الأسواق المستهدفة من أجل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذه الأسواق وخاصة في موسم صيف 2022 وتركز الحملة الترويجية على العديد من المقصد السياحية المصرية وتأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر وتهدف الحملة إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقاوماته السياحية والأثريات المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام وتهدف الحملة الترويجية إلى دعوة السائحين لمتابعة التقص باستمرار مما سيجعلهم سيختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازتهم بها والاستمتاع بجوها الدفئ طوال العام حيث الشمس المشرقة والتي تعتبر جزءا أصيلا من تاريخ مصر الفرعوني وحضراتها العريقة بالإضافة إلى الترويج للمنتج السياحي المتكامل الذي تتبناه مصر لدمج منتج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وتعتبر هذه الحملة استكمالا للحملات الترويجية الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة أوائل هذا العام والتي حققت نجاحا ملحوظا على مواقع تواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من الدول التي أطلقت بها الحملة للتعريف بمميزات المقاصد السياحية المصرية زي ما تابعنا في التأرير أن غرفة شركات يعني أن في وزارة السياحة والأثار أطلقت فعلا هذه الحملة الترويجية ويمكن الحملة الإلكترونية كانت تستهدف عدد من الدول زي ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، أيضا إيطاليا وعدد من الدول المهمة لجذب السياح القادمين من هذه الدول في السوديو معنا ضيفنا كما ذكرت لكم الأستاذ شام إدريس عضو الجميع العمومية لغرفة شركات السياحة برحب بحضرتك ويعني حالتك شايف أهمية هذه الحملة الترويجية ماذا يعني ممكن أن تضيف إلى مصر في الصيف القادم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة للتوقيت بتاعها وتوقيت شايف أنه مناسب جدا لأنه مع بداية الناس بتفكر في السفر فأنت بتقول لهم تعالوا فول زصاني يعني بتركز على المقاومات اللي موجودة فيها في مصر وخاصة الجو الحلو أو الشمس في مصر طبعا الحمد لله صحية وفي نفس الوقت هي الوقت مناسب لكل مكان في العالم يعني أي دولة في العالم تحب تسافر دلوقتي أو أي سائح أول وجهة السفر هيفكر فيها دلوقتي في الوقت الحالي هي مصر بإذن الله أو من أهم الدول يعني بالنسبة له وخاصة لما في الفيديو الكونفرنس اللي اتعمل الأسبوع اللي فات كانت عملته نقيبة معالي الوزير وكان حضر أستاذ عمر القاضي أستاذ غداي شالبي وأستاذ عمر القاضي رئيس هاي التنشيط وكان حضر كان معمول مع الشركاءنا طبعا في إنجلترا اللي هم اللي شغالين في المجال وكان أهم النقطة اللي كانت موجودة في الكونفرنس ده إنه هو التركيز على إن مصر أطلقت طبعا في الفترة فاتي وزارة السياحة أطلقت فيه رقم دوات 24 ساعة هي موجود لو أي حد من السياح حصل له أي مشكلة أو قابل أو وجهته أي صعوبة هيتصل بالرقم ده على مدار 24 ساعة ده كان مهم جدا النقطة الثانية الفيزا الإلكترونية إنه طبعا كان نزوده حوالي 22 دولة بعد حوالي 74 دولة دلوقتي تقدر يدخل عن طريق الرقمانة أو عن طريق الأونلاين يقدر يدخل ليعمل التقشيرة بتاعته ودي برضو لتحفيز السايح إنه هو يقدر ييجي بسهولة وطبعا النقطة المهمة برضو إن كان التركيز على إن ترق ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية طبعا وزارة السياحة في الفترة فاتي ومعالي الوزير ركز إنه في كل الأماكن اللي هي الشاطئية زي مثلا سحل الشمالي زي الغردقة زي شرم الشيخ ابتدى يجهزوا المتاحف وتم تجهزة بصورة كبيرة بحيث إن السايح لما يكون جاي للسياحة الشاطئية يقدر من خلال ده يبص يشوف نبزة عن السياحة الثقافية فيبتدي ييجي المصر وخاصة يعني التركيز مش هيكون بس على السياحة الشاطئية ومثلا زي شرم الشيخ والغردقة والسحل الشمالي اللي هيكون أيضا على المتاحف والمتزارات السياحية الأخرى بالضبط التركيز على السياحة لأن مصر فيها مقاومات من السياحة الثقافية مش موجودة في العالم وده ظهر لنا طبعا في نقل المميات لما حصل الاحتفالية في نقل المميات إن دي طبعا كانت حدث عالمي والعالم كله شايفه وخاصة حراك في الفترة بتاعت كورونا أو الفترة اللي فاتت دي كل الناس كانوا قاعدين في البيت فكان بالنسبة لهم أن يشوفوا حدث قوي زي أخراجه وطبعا اهتمام القيادة السياسية أنها تكون حضر الحدث بنفسه ويكون رئيس المنظمة العالمية للسياحة يكون حضر بنفسه ومرزمت اليونسكو يكونوا حضرين الاحتفالية من المميات وبعدها فتح طريق الكباش وطبعا ده كان حراك لو رحت في الأقصر وشفت حجم الإنشاءات اللي تمت في الأقصر والكورنيش اللي تعمل بشكل معين والاهتمام بالأثار المصرية بالشكل تريهتم بالحمامات بالحاجات والخدمات اللي موجودة إزاي توصل باللفتات اللي موجودة فده كان لي أثر كبير أو في الفترة اللي فاتت دي على الفترة اللي جاي لأن الحمد لله كل السلبيات اللي كانت موجودة أعتقد أن في فترة كورونا العالم كله كان نايم ومصر كانت بتشتغل وده اللي بين أثروا دلوقتي عشان كده أنت لما بتطلق حملة دلوقتي من خلال الحملة ونفس اللي قاد على فكرة تم مع الشركات الألمانية وتم بعد كده مع انجلترا والتركيز على أن مصر في الفترة اللي جاي دي تعالى فولو زا سن يعني يبقى أنت جاي تعالى دلوقتي بيركزوا على المناخ فالمناخ أن أنت أول ما تخش هيبطل التركيز عليها وخاصة مع السوشيال البيت أنت عارف أنه برضو الانستجرام والفيسبوك والتويتر في الفترة اللي فاتت دي خاصة بعد كورونا العالم كله اتجه بقاعد قدام السوشيال ميديا فمصر ركزت أنها إزاي تختارق ده أنا كنت حسنك على النقطة دي أستاذ الشام يمكن السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة دي مصر بتركز عليها بشكل كبير وبتستغلها حاليا في الدعاية للمقاصد السياحية المصرية هل ده ممكن يضيف نوع جديد من السياح ممكن يجو المصر ما كانوش هما اللي بيجوا قبل كده يعني نوع مهتم بالسوشيال ميديا غير السياح اللي هما التقليدين دايما بيجي كان الكبار في السن يقضوا وقت مثلا لطيف في مصر وبعد ما تقعدوا غير الشباب طبعا اللي هما مهتمين بالأثار والحاجات دي هل السوشيال ميديا هتفرق في الموضوع ده أعتقد أنه هتفرق جامل جدا وخاصة لما جربنا مثلا في حملة اللي أطلقتها وزارة السياحة برضو في يناير اللي هو صاني جانيوري دي لما تمت فيها اتعامل حوالي شاهد في السوشيال ميديا فهو المئة مليون متابع شاهد الحملة بتاعت مصر في جانيوري فده معناها أن أنت أصفرت وبدليل أن أنت حاليا احنا بقى أننا حوالي يمكن 3 شهور أو 4 شهور لو حضرتك بسيط على الفنادق الفقهيرة بنسبة 90% مليانة يعني بنسبة حاليا الإسبوع اللي احنا موجودين فيه مش عايز أقول لك أنه ما فيش غرفة فيش ولا غرفة فاضية في قطيل فقهيرة رغم الكورونا أو رغم أي حاجة رغم الكورونا ونفسه كل ده وبالذات أني عندك حوالي 60 أو 70% من العالم هو شباب ف60 أو 70% ده كله متجه للسوشيال ميديا فأنت لما تبتدي تدي له أحداث وتدي له أحداث إيجابية عن مصر وبالذات أني بتقوله تعالى في الوقت ده اللي الجو عندك فيه مش حلو لا تعالى في مصر وتعالى زروا الأماكن الجديدة لما يجي حراك مثلا يشوف مدينة العالمين يعني أنا كنت في الأسبوع اللي فات مثلا في السحل الشمالي فيه عندك فندقين بس فيهم ألف غرفة خلاص هيتفتح واحد خمسة ومش عايز أقولك مستوى للفنادي عاملة إزاي اللي بيتفتح هناك فأنت لما تزود للقدرة الفندقية الاستعابية بالنسبة للغرف الفندقية ده هيأثر علينا بشكل كبير لما مصر دلوقتي بتجهز للمؤتمر 27 للمناخ اللي هيكون في شرم الشيخ إن شاء الله ده برضو هيبقى مهم جدا ليه؟ يثبت إن شرم الشيخ مدينة خضراء إن أنت بتتجه برضو للطاقة المتجددة وبتشوف بتوري العالم كله إن مصر اتجهت كلها دلوقتي اتجهت إن هي للبيئة النظيفة التنمية المستدامة وده كان مهم جدا ومهم لأن أنت عندك مؤتمرات تمت للشباب في الفترة اللي فاتت دي حضرها شباب كتير من شباب العالم كل المؤتمرات اللي قام بها فخمت الرئيس في الفترة اللي فاتت دي شايف لها أثر إيجابي جدا في الفترة اللي جاية لأن حصل تواصل بين الشباب المصري والشباب العربي أو مثلا من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأعتقد إن حتى المؤتمرات هي بتوع نوع نوع السياحة في حد ذاته ويمكن الشباب اللي بيجي مصر بين التجربته واللي شافوا في مصر ويمكن بيكون دعاية لمصر أيضا في الخارج بالضبط ده مهم جدا زي مثلا حدريك لما حدث حصل عندنا مثلا بطولة العالم لليد البطولة العالم لسكواش البطولة التي عملت في الجونة المهرجانات اللي تمت في الفترة اللي فاتت دي كل واحد بيجي يزور البطولات دي هو سائح في حد ذاته فإزاين نتحول السائح مثلا السياحة الرياضية إزاين نحاوله السائح لأنه في فترة ما بين المتشاط هو محتاج أن يزور المكان اللي هو موجود فيه فهنبتدي نعمله رحلات ونفرجه لما حالك تروح مثلا العالمين بالذاته والمنطقة السياحية اللي موجودة هناك حجم الإنشاءات اللي موجودة في العالمين في الفترة اللي جاية والتطوير في البنية التحتية اللي موجود هناك ده كله ليه أثر كبير جدا بالنسبة للسياح وخاصة أنت عندك حجم المطارات اللي بتتفتح يعني عندنا مطار العالمية إن شاء الله يفتح في أول خمسة أنا شايف أن ده يبقى نقطة مهمة جدا لأنه ده يخليك حتى تشتغل المنطقة دي صيف وشتا لأن المهم بعد كده الفترة اللي جاية إزاي نشغل المنطقة مش سيزون واحد تشتغل عليها وخاصة أن إحنا حتى لو عندنا في السحل الشمالي الوقت بيبقى برد شوية لو قرنته في دول العالم برة هتلاقي أنه هو بالعكس ده هو عايز يجي في الجو ده فإزاي نحن نشجع ونشغل بلد دي طول السنة والأحداث اللي بتتم في الفترة اللي فاتت دي كلها أحداث إيجابية يعني السياحة عايزة أحداث إيجابية مش عايزة أحداث سلبية فلما كل يوم تختلق حدث وتبتدي تسوقله وترويجله هو ده المهم عندنا المتحف المصري اللي جاي إن شاء الله هيكون في شهر 11 ولو إن شاء الله يعني متوقع أنه هيكون في نفس التزامن اللي هيتم فيه مرور مئة عام على مقابرة تتعين خامون تتشار تتعين خامون والأول مرة هيتم في المتحف المصري أنه يتم معرض الخمس تلاف وطلس مئة خطعة كاملين ما حصلش في العالم كنه أنه تم معرضهم كاملين معرضهم كاملين وبالذات أنه في الفترة اللي فاتت دي كان وزارة سياحة كانت برضو في الأكسبو في دبي كان فيه الجناح المصري كان فيه نمازج مهمة جدا كانت موجودة من السياحة المصرية أو الأثار المصرية ده هيخلي معظم اللي راح زار هيجي يزورك في مصر في الفترة اللي جاية لأنه شاف حاجات ما شافهاش في العالم إزاي أن أنت تقتلق أحداث جديدة هو ده لو عملنا كل يوم حدث ده المفيد طب حدثك ذكرت أن العنوان الحملة هو فولو زاصن فكرة أن الاختيار العنوان وأنه هو أنك يعني تمشي مع الشمس في الشتاء قلنا يناير المشمس وفي الصيف يعني اتبع الشمس مزبوط هل هذه الشعار هو يعني سيكون هو الشعار الدائم أو هو الممكن حتى تخترح أن يكون الشعار الدائم لحملات وزارة السياحة والأثار ولا حدثك شاف أنه ممكن يبقى كل شوية فيه شعار مختلف فعلا هي تمت في مصر في فترة اللي فدي كان عملوا مجموعة عملوا مجموعة مبادرات للسياحة الداخلية أنهم إزاي يزوروا وكان وزارة السياحة برضو كتعملت والأثار كتعملت حاجات كتيرة جدا في المبادرات في مبادرة شتف مصر مبادرة شتف مصر برضو كانت مبادرة قوية وكان لها أثر فعلي والحمد لله احنا بعد كورونا مصر استفادت يعني بيوتهالي من أكتر الدول السياحية اللي جالها سياحة في فترة ما بعد كورونا لأن مصر بالحد اللحظة دي هي متابعة لإجراءات الاحترازية بشكل جديد صحيح سواء في المطارات أو سواء في الفنادي أو سواء في أن أول ما تم إعلان أن كل العاملين في قطاع السياحة تم تطعمهم بشكل معين عشان يكونوا هم دول الجهة اللي بيقابلوا السايح إزاي منظمات العالمية كلها جمع شافوا المطارات في مصر وشافوا أدئيه في مصر حصل تطور في المطارات وافتتاح مجموعة من المطارات أنا شايف أنه مهم جدا عملية النقل يبتلت مصر أفريقيا كان مهم جدا لنا أن نحن نرجع لأفريقيا وأفريقيا تبتلت ترجع لنا يبتدوا يعملوا مصر تطورنا تعمل خطوط جديدة لأفريقيا وأنا شايف أنه دي مهم جدا الخليج أن إحنا عزيء نشتغل على السياحة اللي بينا وبين الخليج السياحة البيانية لنتعرف أوروبا اللي منجحهم في السياحة أن هم بينهم من بعض التواصل سهل والسفر سهل وما فيش موضوع التأشيرات مثلا غيرها بزيط لما يوصل لتسعين مليون دول هو أريد ستين في المئة من أو سبعين في المئة هي الدول المجورة فمصر اتجهت في الفترة الأخيرة دي مع الخليج بصورة كبيرة جدا والحمد لله الشباب من خلال السوشيال ميديا أو الانستجرام كل ده ابتدوا هم يبصوا لمصر ابتدوا يجوا بشكل كبير جدا وهو ده التركيز على الشباب عشان كده يمكن فخامة الرئيس في الفترة الأولية أول ما عملوا مؤتمرات سواء المؤتمر اللي في أسوان أو تعمل في القهيرة أو في سكندريا كل المؤتمرات دي لها أثر كبير جدا لأن التواصل والناس شايفة أحداث جديدة أنت أهم حاجة في السياحة تدي حدث ففولزا سان أنا شايف أن دي توقيتها مناسب جدا اختيارها اختيارها ابتدى أن لما يبتدي معالي السفير المصري مثلا في الجلترا ومعالي السفير في ألمانيا يبتدوا يحضروا المؤتمرات ده مهم جدا أنه بيشوف إيه العواقق اللي بتقابل أي سايح أجنبي وبيجي وإحنا عندنا دليل لما أنجلترا جات في وقت معين من السنين وعملت حظر على مصر في الوقت اللي عملت فيه حظر زار مصر إنجليزي حوالي 400 ألف إنجليزي معنا كده أن السايح مش مرتبط بالسياسة الخارجية بالعكس لو عايز يروح بلد هيجيها هيجيها عن طريق أي اتجاه المهم أن يكون حب البلد دي وطبعا المهم عندنا عدد السياح اللي بيعيد اللي بيجي تاني يعني أنا يهمينا أكتر اللي بيجي تاني معنى اللي بيجي تاني ده ده مهم جدا عشان كده أطلقت وزارة السياحة الخط الساخن اللي هو لو قبلتك مشكلة أقولها على أساس أنه يدروا يتضاروها أنا شايف أن دي أهم نقطة أن أنت تشوف إيه مشكلة اللي جيه عشان تحلها له لو حس أن أنت مهتم بيه وامتابعه أنا شايف أن ندريها أثر في الفترة اللي جاية دي وبنعرف مشاكلهم ونتفداها بقى بالنسبة للسياحة للآخرين حاجة للأطفال كده برضو خاصة بالسياحة ودي مهمة جدا إزاي تقوم الشعب المصري كله أن يعرف أهمية السياحة وأهمية السائحة وأهمية التجربة السياحية يعرف أن السائحة وبنسبة له هي تجربة فالتجربة دي إما تكون نكحة إما تكون مش نكحة طيب أحاسب حضرتك هنا على جزء تاني هو بعد ما أطلقنا الحملة الترويجية عن طريق المنصات الإلكترونية الفيسبوك اليوتيوب وغيرها من المنصات الإلكترونية هل هناك برضو نوع من أنواع التقريب للحجز أن يكون إلكتروني تسهيل فكرة الحجز الإلكتروني للفنادق المصرية ووجودها على كل منصات الإلكترونية للحجز يعني إيه اللي عملنا في هذا الإطار أنت حرك في السنتين اللي فاتوا دوله وبسط الحجم الشغلات اللي موجودة في الفنادق هتلاقي 60 أو 70% منها كلها جاي عن طريق الأونلاين عن طريق الوتي أو المنصات الإلكترونية فمعنى كده لأن السيح بقى أسهل حاجة عنده أن يدخل على الأونلاين ويشوف فلما يلاقي حدث قدامه يقول له مثلا فولوزا ساني هو عايز حاجة يتحرك فيها لما يلاقي الجوه في مصر ويشوف الأماكن السيحية وقدقي التطوير اللي حصل فيها ده مهم جدا عند حركة سحل الشمالي في الصيف اللي فات ما شاء الله كان طول السنة كان الأربع شهور الصيف كان فوق 90% وكان الحمد لله كان فيه خدمات عالية جدا ابتريت يهتم مصر أكتر بالكواليتي وابتري يبقى فيه رقابة قوية جدا من وزارة سياحة بدليلني فيه بعض المنشآت اللي خلفت حصل معها على طول يقام غلق يقام نزل الدرجة ودي كانت مهم جدا ان احنا نطبق مثلا الـ HC على كل الفنادق ان ازاي يكون الفندق الخمس نجوم هو خمس نجوم مروحش مثلا خمس نجوم ألاقي فيه الفتنة أقل فده كان فيه تركيز قوي جدا وزارة سياحة وده مهم ان انت تهتم بالكواليتي أو بالنظافة حجم المطاعم اللي تم افتتاحها في الفترة اللي فاتت دي وتم مرأبة وزارة السياحة عليها شايفين دي مهمة جدا ربط وزارة السياحة مع وزارة الصحة ده كان مهم جدا لان انت محتاج تقول للسياح تعالى فيه أمان فيه سلامة لان السياحة أول حاجة بيفكر فيها أمانه سلامته فالحمد الله الأمان في الفترة اللي فاتت في مصر كان الحمد الله كله شاهده طب انتو كشركات سياحة ايه الدور اللي بتلعبوه مع وزارة السياحة والأثار ليه جذب السياح وايضا ليه التعامل معهم وتعرفهم بالأماكن الموجودة في مصر بنحضر المؤتمرات الدولية زي حضرنا الفيتور في أسبانيا كنا موجودين فيه مجموعة كبيرة من شركات سياحة قابلنا كل الشركات الأجنبية والحمد الله السنة دي كان عدد الإقبال على المكان المخصص لمصر كان قوي جدا وملك أسبانيا زار الجناح المصري أول يوم احنا كنا موجودين وكان معنا أستاذ عمر القاضي كان موجود وكان موجود برضو ممثلين وزارة السياحة ده كان مهم جدا ان انت بتقابل شركاتك في المهنة ونقول لهم ايه الحاجات الجديدة ايه اللي ظهر ايه اللي تم ايه الفناديق اللي تعملت ايه الانجازات اللي تمت في الفترة مصر في الفترة اللي جاي دي تعال ايه مشاكلك بنبتدي نحلها له فكان فيه إقبال قوي جدا حصل برضو عن طريق الاونلاين ان كان فيه طبعا تعرف فيه بعض المعارض الدولية تم إلغاءها زي معارض ايطاليا زي معارض برلين فتعانلوا افتراضي وكانت مصر مشاركة فيه برضو من خلال المعارض الافتراضية بتدينا نشرح لهم وده دي اهميتنا احنا ان احنا نتحرك مع الدولة في اتجاه واحد نبرز ما اللي بتقوم بالدولة احنا ازاي نبرزه انا الحقيقة بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والخبير السياحي على هذه المداخلة ونتمنى دايما لمصر ان شاء الله ان السياحة تبقى فيها دايما في ازهع وقت لها وفي اهزع عصرها ان الحقيقة انها فيه اقطاع كبير جدا من المصريين بيعتمد على السياحة وان شاء الله دايما في تقدم للسياحة المصرية شكرا الحقيقة شكرا مشاهدين وبأكد على فولو زاسان فولو زاسان ان شاء الله شكرا اذا مشاهدين الى هنا بنصل الى ختام هذه الحلقة من برنامج هذا الصباح غدا ان شاء الله حلقة جديدة وضيوف جداد وايضا معكم فريق عمل جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة